خلينا بقى نقول برضو مبروك تاني ما هي اخبارنا الحلوة لسه مستمرة زي ما حضراتكو برضو عارفين يعني منتخب مصر قدر ان هو يفوز على ليبيا ويتصدر هنا المجموعة او ليبيا وتصدر المجموعة محتاجين كمان نقول على حاجة كريم يعني ان شاء الله محتاجين الفوز للحفاظ على الصدارة بنتكلم وتأهل المباراة الفاصلة هنا علشان نتكلم في الصعود لموضوع العشرين وعشرين موضوع صعب القصة مش سهلة لسه بدري جدا ولكن احنا بنتكلم عن الاداء اللي كان الى حد ما البعض وصفه يا كريم ان هو معقول يعني بالنسبة ليه اول مباريات كيراش مع المنتخب ولسه لسه احنا عايزين نشوف ولسه مفروض ندي برضو فرصته واكيد ان شاء الله حيكون فيه اداء ونتائج افضل من كده برضو بنرجوها او بيتمناها الشعب المصري كله كمان خلينا نتكلم عن ظهور عنصر محترف وعد جريء جدا زي ما حضراتكو اشتبعته اسمه عمر مرموش اللي خلص ماتش الجمعة زي ما قاله كده بالقضية ويعني تزديدا بيتقال عليها ما تجيش غير من لعب عنده فعلا يعني شخصية فبداية كويسة زي ما قلنا ولكن ان شاء الله احنا محتاجين برضو على الارض يكون فيه لعب جيد جدا وتركيز جيد جدا لان احنا عندنا لسه مشوار طويل فبالتوفيق ولكن عايز اقولك لحد دلوقتي فيه رضا الا حد ما عن كيراش بعد يعني الاختيارات اللي حصلت وفكرة هنا يعني القايمة وغيره الناس كانت خايفة جدا من ماتش ليبيا بس دلوقتي اصبح فيه لحد ما تمام كمل واحنا معاك حنشوف هيحصل ايه ان شاء الله في اللقاء وانتي عندك حق فيه رضا بشكل عام ولكن ده ما ينفيش ان فيه البعض من الناس برضو متخوفين وخصوصا بالمناسبة يعني من تصريحاته ان كان ليه تصريح بيقول ما معناه ان الفوز على ليبيا مرتين متتاليتين حيكون الموضوع صعب جدا فيه ناس كتير وقفة هوا عند التصريح قلت له يعني ايه اصدك ايه احنا نسه بنقول ياه وبعدين فيه ناس تانية قالت لا ده تصريح ماكر ان هو ايه بيقول كده يعني اعرف حرب اعصاب زي بيقوله وعموما هدينا هنستنى المباراة التانية ونشوف هيحصل فيها ايه ولكن المباراة اللي فاتت الحقيقة عمر مرموش لفت كل الانظار وفعلا الهدف اللي حققه او اللي احرزه ينم عن ان هو شخصية عارفة هي عايزة ايه في الملعب ليه شخصية وانتشاره في الملعب تمركزه فكرة انه اتخذ القرار الجريء بالتزديد برضو مش كل الناس عندها النوع ده من الشخصيات عمر مرموش اتخذ القرار وسدد ضربة قوية جدا ليخود المنتخب الفوز بهدي المباراة كل بتحقق كمان لازم تتقال الصد بتاعت محمد الشناوي اللي يعني حمى من خلالها عرين الفرعنة اكيد من اتمنى الفوز في ماتش بوكرا ان شاء الله لان احنا ما عندناش اختيارات تانية عشان نتأهل ولازم نحط في الحزبان ان المنتخب الليبي الحقيقة برضو كلب الحق لازم تتقال بيمتلك مجموعة من العناصر المميزة للغاية وطبعا دينا كلام بقى كتير عن الفنيات والاداء خلال فخرتنا الحوارية في الجزء التاني من حلقتنا معنا رائع جدا